طالبت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة التي تتهمها المنظمة وهيئات أخرى بانتهاك حقوق الإنسان واستنكرت المنظمة في تقرير حديث توجهها الحكومة إلى دمج هذه الميليشيات في مؤسسات الدولة وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لصالحها شرعنت ومكافأة انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الكلمات وصفت منظمة العفو الدولية اعتزام حكومة الوحدة الوطنية الليبية تخصيص ملايين من الدولارات من ميزانية العام الجاري لفائدة أجهزة أمن وميليشيات عسكرية ففي الوقت الذي وجه فيه رئيس حكومة الوحدة بدمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة طالبت أمنستي الحكومة بمحاسبة الميليشيات على مرتقبته من انتهاكات بدل محاولة دمجها في مؤسسات الدولة ومكافأتها ماليا كما دعت إلى فحص فردي صارم وشامل لهذه الميليشيات المنظمة قالت في تقرير حديث إن الميزانية المقترحة من الحكومة ستخصص 550 مليون دولار لقوات حفتر التي تتهمها المنظمة وهيئات أخرى بالقيام بجرائم حرب خصوصا خلال هجومها للسيطرات على العاصمة طرابلس الميزانية ستخصص أيضا 57 مليون دولار لفائدة جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر والذي كان يضم في صفوفه العشرات من قوات القذافي حيث تتهمه أمنيستي بالقيام بعمليات خطف وتعذيم قصرية بحق المئات من المدنيين خلال العشرية السابقة بهدف واضح هو سحق أي انتقاد لسلطة حفتر الحكومة تعتزم أيضا منح 32 مليون دولار لجهاز الردع لمكافحة الجريمة بقيادة عبد الرؤوف كارا الذي تتهمه منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالقيام بعمليات الاختطاف القصري والتعذيب والقتل غير المشروع والعمل القصري والا تداء على الحق في حرية التعبير واستهداف النساء الميزانية ستخصص كذلك 9 ملايين دولار لجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة والذي كانت الأمم المتحدة قد اتهمته سابقا بالقيام بعمليات قتل غير مشروع إضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب وعنف جنسي ضد محتجزات الحكومة تعتززم أيضا منح ثمالية ملايين دولار لجهاز الامن العام بقيادة عماد الترابلسي رئيس جهاز الاستخبارات السابق والذي ورد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حيث يتهم في جرائم ضد المهاجرين واللاجئين بما في ذلك الاختفاء القصري كما تورط في تهريب الوقود عقب اشتباكات في مدينة سبراطا من أستنبول ينضم إلينا عبد السلام الراجح الكاتب السياسي الليبي سيد الراجح ما الذي يجعل الحكومة الليبية حكومة الوحدة الوطنية تخصص هذه الأموال الكبيرة لميليشيات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما توثقها منظمة العفو الدولية مرسى الخير لك أولي سيد المشاهدين هذه الأموال لم تكن مخصصة في المقترح الأول والثاني والثالث من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب لكن رفضت هذه المقترحات وخرج عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب الدعمين لحفتر ومتحلفين مع حفتر بعد اجتماع حفتر معهم أكثر من مرة وخرجوا في وسائل الإعلام بشكل واضح قالوا لن تمر هذه الميزانية أو لن تعتمد هذه الميزانية من قبل مجلس النواب وتم عرقلتها أكثر من مرة إلا أن تعتمد ميزانية لقوات وميليشيات خليفة حفتر أعتقد أن السبب الضغوط التي مارسها عقيلة صالح والنواب المتحلفين مع حفتر على الحكومة وإجبارها وانصيال الحقيقة الخطأ الكبير من الحكومة الوحدة الوطنية سيد عبد الحميد البيبة الانصياء لهذه الضغوط وتخصيص أموال ضخمة بمئات الملايين من الدولارات إلى بيليشيات حفتر هذه الأموال ستتحول إلى أسلحة ودخائر وتساهم في قتل الليبي من جديد السبب الضغوطات عقيلة صالح وخليفة حفتر ألا يمكن أن يكون هدف الحكومة الليبية حكومة سيدة بيبة أن المساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد عبر إدماج هذه الأجهزة لا لا أنا أقول لك أنا طلعت على المقترح الأول والثاني والثالث الذي قدم إلى مجلس النواب في الميزانية لم تكن هذه الميزانية مرصودة بالكامل لا يوجد أرقام مئات الملايين من الدولارات لميليشيات خليفة حفتر لكن بعد ضغوط من عقيلة صالح وعرقلة من عقيلة صالح والظهور بشكل عالني حقيقة في لقاء مع حفتر قال لن تمر أي ميزانية إلا أن تعتمد بند خاص بخليفة حفتر وعلى فكرة الخطير ليس حتى هذه الأموال يعني 2.5 مليار دينار التي خصصتها الميزانية لحفتر بشكل واضح هناك بند غامض الليبين يتساءلون وسألوا الحكومة وأنا توصلت مع مسؤولي في الحكومة لم يجيبوا عليه فهناك بند بقيمة حوالي أكثر من 100 مليار و100 مليون دولار يعني بحدود 5 مليار دينار ليبي تحت بند مخصصات أو التزامات سابقة وهناك مؤشرات أن هذا البند هو لتغطية الديون حفتر لبعض الدول وهنا يؤشار أنه ديون لشركة فاغنر أو مرتزقة فاغنر ولمرتزقة السودانية أو معارض السودانية وأيضا بعض الديون لمصر طيب سيد راشحي هذه الأموال في حال أقرى مجلس النواب الميزانية بمقترحات هذه التي تحدثت عنها هل تسهم ربما في دمج هذه الأجهزة في النهاية أم لا قد تعطي مفعولا عكسيا تماما لا بالعكس هذا يعطيها دافع أكثر للاستمرار في الانقسام لأن الانقسام يدر على حفتر وميليشياته مئات الملايين من الدولارات وبالعكس هذه الأموال سيستفيد منها حفتر في الاستمرار في الانقسام ولن يقبل من الانقسام لأن هذه الأموال ضخمة جدا ستساعده في الصمود والاستمرار أكثر وأكثر لأن الانقسام هو أهم مرتكز يعتمد عليه حفتر في تمويل واستمراره في السيطرة على الشرق الليبي الانقسام هو الدعم لحفتر فأعتقد أن حفتر بالعكس هذه الأموال ستساهم أكثر وأكثر في رفض حفتر في توحيد المؤسسة عسكرية لأن لا يوجد بالمصطرح الحقيقي أن هناك مؤسسة عسكرية حقيقية تريد أن يتم توحيدها في معظم هذه الميزانية هي باب رواتب وعلى فكرة حتى نوضح شيء مهم منذ 2014 بداية الانقسام لم تتوقف منح الرواتب من طرابلس من مصر فيب المركزية في طرابلس لم يتوقف على دفع الرواتب لجميع الليبيين من جميع المناطق عبر منظومة الرقم الوطني حفتر رفض هذه الألية لأن عبرية الرقم الوطني تساهم فرض ميزانية بدون رقم وطني يستطيع حفتر تبديد هذه الأموال عبد السلام الراجح الكاتب السياسي ترجمة نانسي قنقر